اشتركوا في القناة لهيك اسمه الغفور الرحيم يعني رحمته بتوسع كل شي ممكن يغفر لنا بأصغر الأعمال الأخطاء اللي بيحجم الجبال بيعفي عنا ببساطة وأهم شي إنك ما تنسى التوبة وكون على طول مستعد إنك تعمل الخير وين ما كان ومع مين ما كان ومثل ما بيقولوا الاعتراف بالزن فضيلة كبيرة والتوبة هي اللي بتمسح أخطاءنا وأغلاطك أنت مو شي قدام أغلاط غيرك ابني لا تخجل من حالك خلي راسك مرفوع أنا ما بخجل من كل الناس يلي ساعدوني مو أكتر بس تحي من يلي مدولي إيدهم مشان هيك ما رحت لجأت لعمي عزة بآخر مرة ولا حتى لزهرة حابة بشوفها اليوم قبل بكرة وبالي مشغول عليها بس ما لي عين روحوا شوفها بنوب مع أنه لو عرفت أنه كون رح تنبسط كتير بكي بتكون صديق لألاء البنت المسكينة حام يحمل أكبر من طاقتها زهرة عمي زهرة ممنيحة بنوب صادر معا شي يا ترى انت خليكون زهرة خير يا بنتي شبه ليش عم تلهتي والله رح جن ستي لورين أختت رفيف مكاني لتبادل فيها ايه بنتي عندي خبر ملك حكتلي كل اللي صار هلأ كمان غانم آنغا ركب رفيف بالسيارة وأخده معه الظاهر أخده معه على الخان يا الله لو أعرف شو بده يساوي فيها ما رح يساوي فيها شي هلأ منعرف شو الموضوع فوتي ارتاحي واخدي نفس لأ عم مبراهيم ما بقدر يمكن رفيفة لأتكون محتاجتني انت كمان محتاجة تاخدي نفس يا بنتي بعدين جوا في شخص بتعرفيه حابب يشوفك شوي يلا تعالي يا يونيس شو عم تعمل بالصف بالقصة يا حضرة الضابط عيلة كيرمان بيكونوا نسايبنا الله يوفقون الجماعة واقفين معنا أصلاً مقهورين على رفيف هنه بنتي رفيف مرتب أيام سودة كتير يعني بعد ما توفت أمه ما عد نطقت أبداً تقول لسانة الربط يعني انخرست ما عد فيها تحكي أبداً أنا بطلع من الصبح ما برجع للمسا والبنت لحالة يعني لو جاعت عطشت ما حدا بيقدر يخدمها ونساي ابن الله يسلموا وناخدوه ولا تعيش بالأسر بيديروا بعلون عليها وبطعموها وأنا برتاح ما بيضال بالي مشغول عليها هي كتر خيراً أعطونا غرفة بالأسر أنا وياها والأنا إحنا الساكنين عندهم يا سيدي لمعلمة ملك عم تكذب يعني والله عم بتكذب يا سيدي هاي المخلوقة أول ما وسط عضيعة وهي حاط نقرب نقرنا قضيناها بالمخافر وهي ما عم تتحرك من عنا وما عم تتركنا أبداً مجنونة بالأول حاولت تخطف بنتي زهرة لك عم تحاول تأخذ ولادي مني يا سيدي عنجد عم احكي مرحبا الله يعطيكو العافية هاي البنت جبتلك يا هلا هون سأله وخليه جاوبك بنفسها رفيف حبيبتي يلا يا روحي قولي لعمو الشرطي ولا تخافي قولي له إنه نحنا ساكنين بالأسر سواء يلا أبي قولي له يلا لك بنتي قولي أي شيء مثل ما نك شايف البنت ما عم تنطق ولا بكلمة يا حبيبتي رفيف عالقليلة حر كراسك هاي قولي ايه يلا لا تخافي ما حدا بيقدر يأذيكي هون انتي جاوبين على سؤالي وبس عم تدري تسمعيني ماهيك يلا قليلي لك هان انتي والبابا ساكنين بالأسر مع بعضكن برافو بابا برافو بابا يا خسارة لكن ما لقيت عيلتك هذا اللي صار لهلأ ما قدرت أعرف شي عنهم يعني بقيت بالعيلي ولحالي من فترة مو طويلة كان عندي عيلي أنا كمان كان عندي أم وأب كمان وأخي كبير وأخت صغيرة هلأ ما في عندي إلا رفيف رفيف هي بس اللي بقيت من عيلتي حتى لو ما نائكتي الحقيقية مفارقة المهم أنا بحبه كتير يلا لا شوف يا أولاد خلونا ناكل لقم مع بعض عم إبراهيم أنت ما عندك أولاد وعيلة؟ أنتو بتثيروا عيلتي يعني أصدت عيلة من لحمك ودمك مشان يكون عندك عيلة مو شرط يكون في رابط دم أحيانا إنسان ما بتعرفه أبدا ممكن يكون أقرب من عيلتك وبيعمل شغلات كتير يكرمالك إيه مثل الآن سملك تمام ومثل عمي عزات أنسا لو تعرفي شو صار غانم آغا طالع رفيف بسيارته ركدت وراهم بس ما قدرت لحق السيارة يا ريت لو حدا يخبرني وين راحوا أنا بخبرك حبيبتي راحوا على مديرية الأمن لا ياخدوا إفادة رفيف يعني قدروا يطالعوا ولا رفيفة من القصر؟ رجعوا زبطوا الأمور بمعرفتهم للأسف حتى رشيد اشتغل حسب تعليمات الآغة يعني رفيف رح تقعد عندهم بالأسر ما هيك؟ زهرة اسمعي حبيبتي لعدت دايقي حالك نحن ما رح نستسلم نهائيا وأكيد بيوم رح نقدر نطالع على رفيف من هداك الأسر طيب مني دكتور كيف وضعوا؟ علمني؟ أي ما في داعي للخوف أبداً عطينا قبرة مهدئ وبعدين عملنا له كل الفحوصات اللازمة ما في أي كسور أو ردود بالجسم شكراً كتير إليك بس بالأول أنا لازم ورجي نتائج الفحوصات للدكتور المختص وحضرته هلأ عنده عملية ليش؟ قال لي لا تخبي عني ما في أي شي خطير بس من غير ما أرجع له ما فيني يقول أي شي هلأ نحن رح نخلي الليلة عنا لأنه هو هلأ تحت تأثير المهدئ اللي عطينايا وبكرة قبل ما نخرجه من المشفى بنرجع بنحكي بالموضوع تمام شكراً كتير الحمد لله على سلام الله يسلمك أمي كنت هلأ أنا رح أتصل فيكي وينك أنت يا أبني عم بتصل فيك لش ما عم بترت أمي الله خليكي لا تخافي بس أنا وعلي ليكنا هلأ بالمشفى شو؟ لش أنتوا بالمستشفى؟ اللي علي منيح إيه أمي كتير منيح لا تشغلي بالك شو القصة أكيد علي منيح لا تخبي عني شي أطمن إمي والله عملك الحقيقة زي مرة شو سايد لعلي طيب طيب نحن لك نجايين لعندك علي تعب لهيك عزة أخده على المستشفى أنا صار لازم أمشي شكراً لكم كتير زهرة أنت لأوين رايحة؟ لعندهم على الأصر مشان رفيف يعني ليكي زهرة ما رح تستفدي شي من روحتك أصلاً ما رح يدخلوكي لعندهم حتى لو ما دخلوني بظل بستنى على الباب يعني طول ما رفيفونيك ما رح يطاوعني قلبي أتركه معناها أنا كمان رح روح ما بقدر أتركك لحالك عمي ما تواخذني بترجاك أنا مضطرة روح وأتركك لحالك بهيك وقت صعب خلص أنت لا تأكلهم الشغل هون روحي وخليكي مع زهرة أنا ويونس مدبرين أمورنا منيح طيب ماشي نتبهوا ع حالكم يلا حبيبتي الله يحميكم يا رب فاطمة خد البنته تعمية جوا أكيد جاعت رفيف جاعت حبيبتي تعي لفرجيكي شو ساويت أكلات طيبة على الغداء تعي بنتي قللي شو عملت غاني حليت القصة اي حليناها لا تشغلي بالي المعلمة صارت مثل البرغوت باللبان عدنان كمان أول ما ديري يجي على المديرية وسحب المعلمة على جنب وسمعها كلمتين بتستاهلوه شفتي آغاية على ليلة في حدا من أحفادك بصفك وما بيوقف مع المعلمة من ورا ظهرنا وبيعزي العيلي أنا فاية ارتاح شوي اي تقبرني فوت ارتاح هم العيلة والشغل كله صار على كتافك عزاته اللي وينه علي كيف صار؟ امي يهدي شوي ما في شي قعدو تفضلوا ارتاحوا واتضلوا واقفين عادي اذا مرود ليش لسا تكون هون لا هلأ؟ ليش خلوا اذا ما في شي؟ امي ما في شي بس عطوه ابري هناي احنا ما رح يخلص عذابنا أبدا ليش كل هالمصايب ما عم تجي غير على ولادي أنا يا ترى؟ كلها رح تنتهي لا تقلي انا رح يحكي مع ستي لورين صعب ترجع عني اللي براسة يعني ما بتعرفها لستاك انا كمان ما بتراجع رح عامل يلي بيطلع بيدي رح حاول لاقي حل يرضيها ومن طوفي رح أنسى mighty يا حبيب لش هيه قوخك بعد طريقة ابري؟ مرت عمي نيفين جاي لتبوس ايدك وتتشكرك معروفك مارح انسى فضلك بيتي ما نخرب بسبب هدول المجانين هاتي ايدك لبوس انا ما عملت هيكر مالك يعني لساتك متضايقة مننا وما سامحتينا اصلا لاني عفيت عنك وقت على راسنا كل المصايب بس ما عاد اشفق على حدا من بعد اليوم ومن اليوم ورايح شو القصول والعادات رح يكون اعرفتوا ايش يعني علي كيب صار علي مني يحسنتي لورين لا تشغلي بالي شو بدك دلال؟ ولا شي حبيت اسمع صوتك وقتطمن عليك لك يا بنت ما فهمتي الحك اللي قلته ها؟ ما بدك تحلي عني بقى؟ ما قلتلك شلحي الخاتم من اصبعك و لبقى تتصلي؟ شكله هالسحر ما جاب نتيجة غلطان اذا نفكر اني رح اتخلى عنك بهالسهولة هي اكيد مو بسهولة رح اتركك انا بعرف انك منتدايق بس كونك معصبة ما بيعني انو انتي على حق انك تحبسي طفلي صغيري هون بالقصر وانك تفكري تاخديها كنة هدا مو صح رفيف ما لازم بهالموضوع مظبوط صح رفيف مو مزنبي الحق عليكن وانتو المزنبين نيفين وسليمان علي وزهرة وانت وهديك المعلمة انتو اللي ما احترمتوا كلمة العادات وكسرتوا كلمتي لهيه قررت اني علمكن بطريبتي رح اعلمكن كيف يطوط طروسكن وتعملوا العادات واللازم شو هالعادات اللي عم تسرق حياة الولاد؟ مو هي اللي عم انتمر مستقبلون؟ مستقبل الولاد مشغلتك ومن اليوم مطالع بالمكان اللي بكون انا فيه العادات هي اللي رح اضحكم واذا ما عجبك هالحكي واذا ما قناعك لأكل باب الله اعلم كيف بتكون حالة رفيف اكيد مرعوبة منهم ما رح يضربوها مثلي مو هيك انسى ملاك؟ ما رح يضربوها ان شاء الله حبيبتي انتي حاجة تشغلي بالك موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس انت اكيد ما رح تسمح بها الشي ولا بتحب اني حل الموضوع هون بأرضه بأرض شو؟ وعك لا تساوي شي انا رح حل المسألة اصحك تتصرف من عندك رح اوسق فيك هالمرة واعطيك فرصة اخي؟ عجد رح تترك البيت؟ تعال اي ادي شوي نجلة اسمعي منيح شو رح لك انا مضطر اني يمشي طلعتي من البيت رح تكون افضل للكل ويلي انا اكتر واحد لاني ما عم بتحمل اللي عم بيصير هون كرمالي لأتروح بابا رجع من غيبته وصرنا عائلة من اول وجديد اخي لا تنزع علينا فرحتنا ما بقدر ضل اذا بقيت وما تركت البيت كل يوم رح يتمدو اكتر من اليوم اللي قبله والشي اللي بدي يقوله وما بقدر يقوله وقتها ما حد رح يسمعني اصلا فهمت علي؟ اذا انا رحت الامور رح تتغير بعدين لا تقياح حالك حتى لو تركت البيت رح نضل عيلي واحدة كل العمر وما رح تركك ابدا لا تقلاقي يلا وليشوف ساعديني بضب الشنطة دلال لاكي بنتي اهدي وطولي بالك وقوعك تحكي لك شي كلمة معا اهلين نعمة خانم منورة منورة بوجودك الشكلة دلالة صالحت مع خطيبة وايجيت وتشكروني عالشغل ما هيك ايه لكانت صالحنا واللالة رح نتجوز وحتى بدي ياكي تكوني شاهدة على جوازتنا ايا صلحة بتحكي عليه الزلمة مو طيئ خلقتي بنوب اه اه الحجابات كأنه شكلهم ما فادوا كتير امي قولي لأنه الحجابات ما جابت نتيجة بيكون احسن بنتي مو هيك بتمشي القصاص الشغلة بدي شوية تصبر هدوك الحجابات ما بلش وشغل لسه لا بدي اصبر ولا عندي وقت لا ضيعه انا عطيتك وما سألت عن البصاري وانتي وعدتيني انه عدنا رح يرجعلي اكيد ما بعرف كيف بس بديك تدبري راسك بديك توفي بوعدك احسن لك طلعي فيني اهدي واسمعي كلامي منيح يا مجنونة لا تحكي شراوي غراوي ويتعاديها لهالمخلوقة احسن لك ما عاز الله بتخرب بيتنا وبتدعي بالموت علينا ايه انا ماني خايفة لا من دعواته ولا من كلامه انا هلأ خايفة يجي عدناني في قص الخطة وياخد محبسه اه شو هاي؟ ليكي جواتها الصرة في رماد لسبع انواع خشب مختلفين ما طلعت الفجر بتاخدي يون؟ بتروحي عالقصر وبترشيهم كلهم عند الباب وبعد ما يمر سبع ليالي خطيبك عدنان راح يجي على بيت اهلك ركد راح يترجاكي لترضي اه افتحوا الباب مشان هان الله بوز ايداكون بدي شوف اختي زاد الله رفيف أختي عم تسمعيني بنتي بدي أقلك أنه أنت وإختك زهرة عم تتعب وحالكم على الفاضي لورين خانوا ما رح تسمح لك تطلع وتحكي معا الله يخليكم اتركوا أختي بحالها شوفهم بمثل صغيرة بلا اللهم أجيبك يا طولة البال رفيف لا تقع في أبداً أنا هون يا أختي سادقيني ما رح أتركك لحالك هذه المعلمة بتكون عم تعلمها أكيداً أصلاً ما حدا عم يعبي براسة غير هديك البلوي سادقوني إذا ضليتوا حابسينها ما رح تستفيدوا الشي إذا عندكم شوي الضبير خلوا الأختين يشوفوا بعضهم رح وارجيكي شي ما شفتيه بحياتك كلها شو ما عندكم بيوت تضبكن أنت وياها؟ بدكن تتعودوا لأنه حنظل نجي جايين نشوف رفيف وما رح نتحرك لحتى نشوفها بلا عن جات خلصتي من زهرة وهلأ بلشت بي رفيف ما عندك شغلة تانية انتي؟ رفيف بقيانة وما رح تطلع من القصر يلا نقلعوا روحوا من قدام بيتنا لو سمحتي خالص ما حيلي حاكي إختي بس شوي مش تقتلوا مش غول بالا عليها خليها تشوفها وليش لحتى ينشغل بالا هي بتعرف كيف العيشة بالقصر يا ترا شافوا هيك راح ببيت أهلهن المعترين وش فقر لك بيقلني عقلي اطلعوا وصن هنين الدنتان لا تعزب حالك بابا أمي رح تعمل لهم اللازم والزيادة ايه؟ انا ماشي سدي لورين انتي علمتيني ميز بين الحق والباطل بس هاد القصر ما عاد فيه شي على قصوده بتمنى تسامحيني عزت طلعت من القصر قبل هالمرة سامحتك قلت حرام بس اذا طلعت هلأ لا تفكر اني راح أسامحك تنسى هذا القصر وتنسى ستة كلورين يا ل cust 어떤 going on انبسطت اروحتي الشب وخليتي عادي لعيلي ان شاء الله الرطحت يلべ يحصل حضرتك ليش رايح عمي عزات بسبب انا رح تترك القصر لا زهرة مو بسببك بس مشان قدر احترم حالي وريح ضميري يلا زهرة امشي خلينا نرجع لازم قربي تضغيب الشمس رفيفة بتكره العتمة شلون بدي اتركها زهرة حبيبتي وقفتنا هون ما رح تفيدها بشي لرفيفة جنوب من هون ما بتحرك انا ما رح اتركها لاختي لو بنام قدام الباب المهم اني ما اترك رفيفة لحالي ليك يا زهرة حتى لو كنت بعيدة عن الناس اللي بتحبيهم طول ما انتي حاملتيهم بقلبك بتصيري قريبة منهم بسديني حبيبتي رفيفة كمان حاسة انك جنبة بها اللحظة رفيفة بتعرف انك ما رح تتركيها يلا تعي لقلك بتعرفي هلا شو رح نساوي ما نروح لعند ملك عالبيت ومنشوف شو فينا نعمل لحتى نساعد رفيف يلا تعالي طولي بالك زمروت عالي بخير وما في شي انا ما قدرت اسعدن لأولادي حاولت كل جهدي بس ما قدرت خلي وجوهن تضحك لا تظلمي حالك زمروت انتي كنتي ستة وحيدة وربيتيهم وطلعتيهم هيك يالي عملتيه قليل برأيك صارنا زمان جايين وعلي نايم موعيان رح اخذك لازم تاكلي أهلا وسهلا آغا أهلين إن شاء الله يكون يومك مرأ على خير وين سونا؟ متسطحة بقوضطة قال راسها عم يوجاع ودايخة عم تدلع ما فيا شي بتظلم وجوعة من اول ما اجت لهون سونا سونا شو وافي عم تساوي افتحي الباب بعد هيك لشوف شبك شو صاير معك تعباني ومقدراني ماقف مريضة كتير ودايخة شو قصتك انتي مو شايفي حالتها للبنت ليش ما خبرتيني سونا تعي غيري أو عيكي خليني أخذك على المشفى تعالي رحت على مخفر الشرطة وحكيت لهم كل شي صار رجعوا كذبوا وزبطوا القصة وقال شو رشيد ساكن بغرفة بهذاك القصر ولأنه هو ساكن هونيك رفيف ساكن معه متفقين على القصة يعني نلبي دايما بيين هيك رح يصير ايه وشو رح نعمل هلا؟ رح نسمح انه رفيف تمرق بنفس اللي مرقت فيه زهرة؟ ما رح نسمح بس لازم نكون هادين بموتوا ما بترك اختي رفيف بيناتهم هيك لا تخافي زهرة بهد القصر فوق روصا وما بترك اختك تضل عندهم هونيك تمام؟ بهد شوي ملاك القصة مو سهلة سمعيني هيك انتو عم تصعب الامور اكتر اهل القصر راكبين راسهم واذا نحنا اتصرفنا بهدوء وعائل وعرفنا نخاطط منيح رح نحلل القصة اسهل ما بتتخيلي يا هريد لو كل شي يرجع لطبيعته ونرتاح بقى اكيد رح يرجع وكلنا رح نحاول كرم على هالشي انا رح اسكن عند العم ابراهيم حاليا اذا لازم كن اي شي خبروني بجي لهم فورا ايه تمام نحنا واقفين جنبك يلا انا رايح عانز نقول انت شو رأيك يونيس افتتاحنا بكرا رح يكون منيح رح يكون منيح ان شاء الله يا رب ما ليمصدق ايم تتبلشوا مشان ايجي وادرس معكن هون اي رح تيجي طبعا هالمركز انعمل لالكن وما بيكمل غير بوجودكن يلا خلينا نرجع لبيت بلا ما يمطر عزت موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 زهرة حبيبتي ما تعشاتي منيح عالقليلك اللي بردقاني اكلت شكرا ما جاي عبالي بنوب عنده موهبة الرسم بالفطرة اي صحيح رفيف كتير متعلق بالرسم كانت تستخدم الالوان لآخره متخاف انهم يخلصوا بسرعة خلص لا تاكلهم عن قريب انتي واختك رح تعدوا ترسموا مع بعض ايه؟ يا تره هلأ شو بتكون عم تساوي بهذاك القصر؟ ان شاء الله ما يكونوا عملوا فيه مثلي معقول يكونوا حابسين بغرفة لحالة؟ يا روحي انتي ما داقيت خلائك من هالقعدة؟ كم ساعة لك قعدة هيك؟ يلا فودي تفرجي عالتلفزيون وتسلي فودي لا تخافي ما حدا بيحكي معك شي بدك تضلي قاعدة عندي هيك؟ متل ما بدك بي بس انا لازم خلص شغلي خليكي قاعدة حياتي يا الله دخلك وين المفاتيح؟ اكيد بكون نسيتهم بالمركز عمي ارجع جيبهم؟ لا انت خليكهم ما رح تعرف وين تركتهم انا رايح جيبهم وانتين طور الزات طيب ماشي عمي قلبي مو مرتاح ابدا بعرف يا روحي وانا كمان يا ريت لو بقدر كون مع رفيف بهالوقت سمعت يا عزات شو رأيه؟ لازم نحل القصة بهدوء ونستنى اذا استنينا رح نستفيد يعني؟ اصلا نحنا ما فيش بايدنا لنعمله كان في يا زهرة اليوم كان فيك تتطلقي بس فجأة راجعتي كرمال اني اخلص ما كان فيني ضحي باختي ماشي؟ ما كنتي رح تضحي فيها نحنا كنا رح نعمل كل اللي بيطلع بإيدنا لحتى نخلصها انت وعمي عزات كنتوا رح تعملوا كتير شغلات وساعة المشاكل كانت رح تكبروا تقوى أكتر ومع هيك ما رح تقدروا تغيروا شي يعني بس رح تتعبوا على الفاضي السلام عليكم عمي وعليكم السلام ايمن تا رح تعملوا الافتتاح عمي؟ الولاد حضروا الإقلام والدفاتر وجاهزين؟ بكرة الصبح بإذن الله الله يعطيكم العافي تصبح على خير عمي خاطرك عمي دعو الخير مع السلام اليوم انتي غلطي زهرة نحنا ما ضلشي وما استحملنا مشان نسبة انك مو بنت رشيد وتخطينا كتير مشاكل آخرتا شو ساواتي؟ لما قربنا نوصل لهدفنا تراجعتي وهني أصلاً هذا اللي كان بالدنيا هدفون يخوفوكي وانتي خفتي وتراجعتي ايه صحيح قدروا يخوفوني؟ لأنه كل يلي بقيلي بها الحياتي يا إختي لهيك حرام أنا بلى أهل صفيت لحالي أمي وأبي تركوني أول ما أجيت على هالدنيا عايشة ولا بيتة يا جوعانة ولا بردانة ما سألوا أبداً خلاص حبيبتي خلاص بعدين يذي كنتين فكرتون أبي وأخي ما طلعوا هاي هن الاثنان تخلوا عني وما حدا منهم سأل فيي أنا عم حس إني بلا إيمي لما فكر بشي اللي صار ضحوا فيني بلا ما يرفل لهم شفن أنا ما رح أعمل هيك لا ما رح أدرك رفيف لحال أبداً رح ساعداً زمروت ما شغول بالك علي علي كل الوقت يلا شرب الشاي لنرجع اليوم يلي ولدت فيه لعلي ما بينتسا كنا بهاي المشفى نفسها عزت بوقتها كان طفل صغير حبي يضل معي بالغرفة أنت طلعته بوقتها وأخدته عجنيني ومن شان ما نخليه غار قلت له إذا أعطت عائل علي رح يجب لك هدية وبليل تنام هو عم يستنى الهدية يا ريت لو أنا كمان بقدر تذكر أكبر وجع للأب إنه ما يتذكر شي عن ولاده والله ما كنت عم قول هيك لحتى دايقك بعرف زمروت راجعتي على البيت بهالحالي خيبت أملكم كلكم وأول واحد إمي جمال أنا ما نناطرة منك تذكر أي شيء كل يلي بديه إنك تقدر ترجع تحبنا كلنا من جديد تعالي الله خير شبه كتير موجوه ماني قدراني وقيت مدام تفضلي معي لعند الدكتور وحضرتك استنى هون لو سمحت عم تفتر فيها الدنيا وعم تدوخ خير شو صاير؟ شكل النومي بره عم إبراهيم نسي المفاتيح بالمركز ورجع يجيبهم لك يا ريتني وصلت بالهلأ كنا رحنا بالسيارة ليه كدقيقتين عمي عزات؟ حسات زهرة مو على بعض اليوم إذا بتسمح لي فيني يروح شوفها وإحكي معها شوي حلوة الفكرة يمكن تحكي لك الشي اللي ما حكت لنا إياه تعرف وين بيت الأملاك؟ يعني ما بتعرف استنى لديلك علي طلع شايف وين صاف سيارتي؟ ايه ايه بتفوت بالشارع اللي بعدها وبتكمل فيه للآخر ايه 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 اشتركوا في القناة عزت ما يا عم إبراهيم؟ في حدا فات على المركز وكسره تعال عندي يا ابني يلا عمي أنا جال عندك فورك علي فاقولة لسا لا تشغلي بالك لسا تناين دكتور طلب انه يشوفكن وانا كنت جاية مشانخبركن بخير شو بده دكتور؟ فادقوني ما بعرف شو بده تفضلوا اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة